بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء بها المقطع بإذنه سوف ندرس مع بعض موضوع أورتاك تشاربان شو هو بالعربي؟ بالعربي معناته إخراج العامل المشترك خارج الأقواص يعني أنه أسحب عامل المشترك من الحدود الجبرية هلأ هذا الموضوع هام جدا 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 وصدقوني في كتير عندي طلاب وسط لصف خلينا نقول العاشر والحادي عشر والبكالوريا لأنه ما متعلمين هذا الموضوع بشكل جيد كتير عم بيعانوا خلينا نفهم هذا الموضوع بشكل جيد موضوع جدا هام شو فائدته فائدة هذا الموضوع لاحظ أنا بيكون عندي مثلا الحدود الجبرية هون بهذا الشكل نحن اتفقنا أن الحدود الجبرية بيفصل بينها إشارات الزائد والنائس لاحظ هون إشارة نائس أنا عندي حد أول وحد تاني هون أيضا عندي حد أول وحد تاني إذن فيه أكتر من حد هون الموضوع بيحول لي المسألة من جمع حدود جبرية لاحظ هون حدين عم بجمعهم جمع بيحول لي المسألة إلى ضرب حدود جبرية ببعضها بصير هون في عندي حد أول وهون حد تاني مضروبين ببعض بيناتهم ضرب شو فائدة هذا الموضوع فائدة هذا الموضوع بيسهل كتير علي حل معادلات من الدرجة التانية وإلى آخره طبعا بعدين رح نتعلمهم بإذنه تعالى بس هذا الموضوع كتير ضروري أثناء تعلمي لحل المعادلات فيجب كتير أنه أهتم فيه رح أشرح الفكرة من خلال شرح الأمس من خلال حل التمارين أول شيء ما بطلع على الحدود الجبرية لاحظ هون إلنا عندي حد وهون عندي حد تاني هذا الحد الأولاني وهذا الحد التاني الحدود الجبرية بتتكون من كاتسايلار أو أعداد خلينا نقول وحروف لاحظ هون 16 ضرب X الحد التاني هون سابت تاري ما فيه مجاهيل هلأ لإخراج عام المشترك أول شيء ببلش بالأرقام ال16 والأربعة بفكر على شو بيقبلوا قسمة بيقبلوا قسمة 2 هاتون على 1 وعلى 2 وعلى 4 هلأ أفضل شيء إني أطالع عام المشترك هو يكون الابوب القاسم المشترك يعني ال16 والأربعة بطالع منهم الأربعة عام المشترك هلأ بنجي على الحروف خلصنا من الأرقام بنجي على الحروف هون في عندي X لكن هون ما فيه X إذن لا يوجد عام المشترك بين الأحروف خلاص ما بيقى عندي غير الأرقام بفتح أوس بفكر بقول الأربعة بشو بدي أضربه حتى تعطيني 16 X بقول الأربعة لازم أضربه بأربعة فبتعطيني 16 بيقى عندي بدي شيء يعطيني X أكيد لازم أحط هون X لاحظ دروب أربعة ضرب أربعة X بيتلع 16 X خلصنا من الحد الأول ننتقل على الحد الثاني في عندي ناقص أربعة الحد الثاني هو ناقص أربعة فبقول أنا الأربعة بشو بدي أضربه حتى تعطيني ناقص أربعة أكيد بنائص واحد فلاحظوا تحولت مسألتي صارت من جمع حدين إلى ضرب حدين لاحظ أربعة ضرب القوس كاملا بهذا الشكل ننتقل على المثال اللي جنبه هون ما في عندي كات سيدار وإنما في عندي أحرف مين الحرف المشترك بين الحدين أكيد هو الـ A فباخد الـ A عمل مشترك خارج الأقواس بقول الـ A بشو بدي أضربه حتى يعطيني AX أكيد بـ X برجع الحد الثاني بقول الـ A بشو بدي أضربه حتى يعطيني AY أكيد زائد Y شكل التالي إذن A ضرب X بيطلع الحد الأول A ضرب Y بيطلع زائد AY ننتقل للمثال الثالث عندي ببلش بالأرقام اللي 8 والأربعة أكيد بيقبلوا قسمة على أربعة بالنسبة للأحرف باخد أصغر أس موجود عندي لاحظوا شباب هون X أس 2 وهون X أس 1 يعني ما في إلى أس إذن هي واحد فباخد اللي صغير إذن 4X فتحنا أس بقول الأربعة X بشو بدي أضربه حتى تطلع معي 8X كاري هلأ الأربعة لازم أضربه بالتنين حتى تعطيني 8 خلصنا من الأرقام جينا الـ X بشو بدي أضربه حتى تعطيني X كاري أكيد بـ X خلصنا من الحد الأول تماما بنتقل للحد الثاني هذا الحد الثاني اللي هون هلأ بقول الأربعة بشو بدي أضربه عفونا الأربعة X بشو بدي أضربه حتى تعطيني 4X أكيد بدي أضربه بواحد ننتقل للتمرين الرابع أول شيء لنا الأعداد 4 و 12 كلاهما يقبل قسمة على 4 طيب طلعنا 4 عامل مشترك عندي الحدود اللي هي الأحرف خلينا نقول X كب و X كاري بطالع اللي صغير اللي قصه صغير X كاري فتحنا أوز لاحظ هون 4X كاري بشو بدي أضربه حتى تعطيني 12X كوب هلأ الأربعة حتى تعطيني 12 بدي أضربه بثلاثة خلصنا من الأرقام هلأ X كاري بشو بدي أضربه حتى تعطيني X كوب إذن بX طيب في عندي هون الحد الثاني إشارته سالبة طيب 4X كاري بشو بدي أضربه حتى تعطيني إشارة سالبة أكيد بسالب طيب 4X كاري بشو بدي أضربه حتى تعطيني 4X كاري يعني بواحد X كوب نائس X كري من الصغير من بينهم؟ أكيد X كري إذن هذا هنا X كري مضروب بي فتحناه X كري بما أضربة حتى تعطيني X كوب؟ إذن بX يوجد إشارة نائس هنا إذن X كري بما أضربة حتى يصبح الجواب سالب X كري بما أضربة حتى تعطيني X كري؟ أكيد 1 جئنا لهن انتبه عندي A مضروب بين قوسين X نائس Y زائد 2 مضروب بين قوسين X نائس Y لحظوا القوس كاملا هذا هو عامل مشترك رح أكتب معلش فوق التمرين إذن هذا القوس كاملا رح أخذه هو الأورتاك تشاربان رح أخذ X نائس Y خارج القوس فتحنا قوس مشان يبين شوي مختلفة عملنا كوشي لبارانتز هلا هذا الـ X نائس Y بشو بدي أضربه حتى يعطيني A ضرب X نائس Y؟ أكيد بدي أضربه بـ A في عندي إشارة زائد هون إذن هي زائد هلا القوس اللي هو X نائس Y بشو بدي أضربه حتى يعطيني 2 ضرب X نائس Y؟ أكيد بـ 2 فصارت مسألتي X نائس Y مضروب بـ A زائد 2 بهذا المثال في عندي التمرين الأول انتبه هون في عندي حدين لأنه في إشارة نائس بينهم بانتبه عندي 6 و 4 بالنسبة للأرقام المعامل المشترك بيناتهم تنينتهم بقبل قسمة على 2 رح أخذ 2 خارج القوس عندي X كري X كوب إذن رح أخذ اللي صغير X والس 2 عندي Y كوب Y كري إذن Y كري فتحنا القوس هلا انتبه الاتنين بشو بدك تضربة حتى تطلع معك 6 أكيد بـ 3 X كري بشو بدي أضربة ذاتا موجودة عندي X كري فما في داعي أضربة بشي هلا Y كري بشو بدك تضربة حتى تعطيك Y كوب إذن بـ Y خلصنا من الحد الأول إذن إذا إذا ضربت دول ببعض بيطلع الحد الأول دي انتقل للحد الثاني الاتنين بشو بدي أضربة حتى تعطيني ناقص 4 أكيد بناقص 2 هلا X كري بشو بدي أضربة حتى تطلع X كوب لازمني X Y كري بشو بدي أضربة ذاتا موجودة الـ Y كري إذن خلص تمرين الأول بالنسبة للتمرين الثاني عندي 12 و 6 و 3 أكيد العامل المشترك بيناتهم هو كلاه وكلها الحدود تقبل قسمة على 3 هنا في عندي Y كري هنا ما في Y أبدا هنا في Y كوب ما بقدر أخذ Y عامل مشترك ما في شي عامل مشترك لأن الحد هذا ما فيه عامل مشترك إذن ما عندي غير اللي 3 فالتلاتة بشو بدي أضربة حتى تعطيني 12 أكيد بأربعة ولازمني Y كري إذن لاحظ ثلاثة بأربعة ي كري بيطلع 12 ي كري خلصنا الآن الثلاثة بشو بدي أضربة حتى تعطيك ناقص 6 إذن بناقص 2 الثلاثة بشو بدي أضربة حتى تعطيني ناقص 3 ي كوب إذن ناقص ي كوب لاحظ ثلاثة بناقص ي كوب بطلع عندي هذا الحد إذن التمرين بهذا الشكل رح أنتقل للسطر الثاني بالسطر الثاني عندي كل الحدود فيهم موجود 8 و 6 و 2 إذن كلهم بيقبلوا قسمة على 2 إذن 2 طلعت عامل مشترك في عندي X و X كري X كوب رح أهضل اللي صغير اللي هو X اللي 2 X بيشو بدي أضربة حتى تعطيني 8 X كوب اللي 2 بدي أضربة بـ 4 بتعطيني 8 اللي X بدي أضربة بـ X كري حتى تعطيني X كوب في عندي إشارة زائد هاي هون زائد 2 X بيشو بدي أضربة حتى تعطيني 6 X كري إذن بـ 3 X لاحظ دروب 2 X بـ 3 X بيطلع 6 X كري هلها 2 X بيشو بدي أضربة حتى تعطيني ناقص 2 X أكيد بناقص 1 التمرين اللي بعده انتبه هون بالنسبة للأرقام عندك 6 وعندك 2 بس هون فيه واحد مافي شي يعني لأنه إذن فيه واحد إذن مافي عندي الأعداد ما بقدر أطالع منه العام المشترك لكن هون عندي X Y هون X Y كري هون X كري العام المشترك هو X Y أصغره بشو بدي أضربة حتى تعطيني 6 X Y أكيد بستة في عندي هون ناقص 2 هلأ X Y بشو بدي أضربة تعطيني X Y كري إذن لازمني Y فقط لأنه Y ضرب Y بيعطيني Y 2 هلأ X Y بشو بدي أضربة تعطيني ناقص X كري إذن ناقص لإشارة ناقص أكيد وفي عندي X تبقى لأنه X ضرب X بيطلع X والس 2 والY بيضل على حاله التمرين اللي بعده في عندي X مضروب بالقوس اللي فيه Y ناقص 1 و2X مضروب بالقوس أيضا نفسه اللي فيه Y ناقص 1 لاحظ هون عندك X هون 2X إذن بإمكاني أني أطالع X عامل مشترك أيضا القوس كاملا عبيتكرر هون إذن هو مشترك إذن كمان بإمكاني أطالع القوس اللي هو Y ناقص 1 بهذا الشكل هدول بدي أضربون به هلأ إذا طلعت X مضروب بY ناقص 1 بشو بدي أضربة حتى تعطيني نفسها X بY ناقص 1 أكيد بواحد انتقلنا لحد الثاني في عندي إشارة زائد إذن هون زائد X مضروب بقوس فيه Y ناقص 1 بشو بدي أضربه حتى يعطيني 2X بY ناقص 1 إذن ب2 فإذن صار 1 زائد 2 إذن 3 فالنتيجة هي 3X مضروب بY ناقص 1 شباب كان بالأمر ببساطة فيني أتصرف فيه لاحظ كيف هذا كل يعته X مضروب بY ناقص 1 سميه شو ما بتحب سميه سميه A وهذا X مضروب بY ناقص 1 كمان سميه كأنه A يعني عندك A عندك تجمع معه 2A أكيد يطلع جواب 3A شي أكيد طيب ننتقل للتمرين اللي بعده A مضروب بX ناقص Y زائد 2 مضروب بX ناقص Y العامل المشترك هو القوس أخرجنا القوس فتحنا أوس طيب القوس إذا طلعنا بشو بدي أضربه حتى يعطيني A مضروب بالقوس أكيد تبقى A في عندي إشارة زائد القوس بشو بدي أضربه حتى يعطيني 2 ضرب القوس إذن أكيد ب2 المثال الأخير عندي هذا الحد الجبري عبي يقول لي يساوي A مضروب بحدود ثاني عبي يقول لي بحسب هذه المساواة A يريني يزل جاك جاب يرسال إفادة ندر عبي يقول لي بدل الآ شو بدي أكتب طلعوا شباب بدي أنتبه إنه الآ زي توزع بدي يتوزع بهذا الشكل لازم تطلع معي الحدود الجبرية اللي هون انتبه أنت شو بتضرب الستة إكس كاري بشو بتضربها حتى تعطيك مثلا 12 إكس وس أربعة الستة حتى تعطيك 12 لازم تضربها ب2 الإكس كاري حتى تعطيك إكس وس أربعة لازم تضربها بإكس كاري إذن ال-A هو 2 إكس كاري بيه معي من أول حتى بتاعوني تأكد قلنا 2012 إكس كاري مضروب بaghدام ب6 إكس كاري 2 عليهør انوي إلى 6 يعطيك 12 إكس كاري إكس كاري بإكس كاري 滿oka حتى أولا الاتنين ايكس كاري بشو بدي أضربها حتى تعطيني ستة ايكس كاري أكيد بثلاثة لاحظ اتنين بثلاثة بتعطيك ستة ايكس كاري على حالة إذن فعلا الحدود هون زبطت إذن معناتها ال-A هو هذا الحد اللي طلع عندي هذا هو ال-A الاتنين ايكس كاري بهيك شباب بيكونوا وصلنا لنهاية هذا المقطع بتمنى تكونوا استفدتوا شكرا كتير لإصلاقكم اشتركوا في القناة